هنروح لخبر تاني النهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان في الزيارة لمحافظة الوادي الجديد وهناك كمان كان لديه عدد من الجولات اللي اتفقد من خلالها بعض المشروعات المهمة اللي بتجري في المحافظة واطلق كمان فعاليات مهمة يعني مثلا في بداية الزيارة كان الدكتور مصطفى مدبولي يعني حضر افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي في الخارجة وكمان ازح الستار عن ايضا الصروح الجديدة الخاصة به واعطى اشارة بدء سباق الماراثن وراء للسيارات والهجن الدولي بالمناسبة كمان نادي الهجن والفروسية فهو مقام على مساحة كبيرة تقريبا 400 فدان ويضم مدمار كبير عرضه 20 متر وطوله 8 كيلو متر وده ضمن كمان خطة الدولة النهود بشكل خاص برياضة الفروسية وبرياضات كمان ذات الطابع التراثي والشعبي في مصر زي الحجن ومن الجميع كمان نشوف عودة راليات السيارات طبعا كنا نفتكر بمحراجكم زمان رالي الفرعنة وعد ايه كان حدث رياضي مهم ومؤثر كمان رئيس الوزراء كمان تفقد القرية التراثية بمدينة الخارجة ودي فيها معرض الحقيقة متكامل لمختلف الحرف اليدوية والتراثية وكمان اطلع على مبادرة منصة ايادي مصر ودي مبادرة كانت اطلقتها وزارة التنمية المحلية عشان تساهم في تعزيز البيئة والحرف المتعلقة بالبيئة التراثية زي الخارجة والسينة وغيرها ويكون فيه تشجيع كمان للسيدات المصريات على بعض الحرف اليدوية والمهنية فدي ايضا ابرز ما جاء في زيارة رئيس الوزراء لطبعا الوادي الجديد ومدينة الخارجة واللي كمان بالمناسبة طبعا قابل فيها او كان زار فيها كمان عدد من القيادات ولقاء مع الطلبة في جامعة الوادي الجديد وهي من جامعات كمان اللي تم تحديثها والارتقاء بيها ايضا في ما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء لمدينة الخارجة